أرجو أن يكون صدر حكومتنا الطيبة راحب النهاردة لأن في شكوى أو رسالة حملهاني أكتر من مواطن في أكتر من محافظة هناك شكوى كبيرة للحكومة جراء ارتفاع كبير في رسوم الأوراق الرسمية اللي بيستخرجها المواطن من المصالح الحكومية رسوم وخدمات الدنيا عالية أولا لما أنت تيجي تروح البنك فتاخد قرد مليون جنيه مثلا يقولك أنت شخص طبعا مش مؤسسة ولا شركة فالفايدة مثلا على القرد ده 15% في السنة طيب أنت تيبشي من هنا تدخل شركة الشركة تيجي تاخد نفس المليون جنيه البنك ما يدلهاش بالفايدة اللي ادقها للفرض 15% في السنة لا ممكن يخليها 20-22% ليه؟ يقولك الشركة دي بتكسب فهي بياخد فلوسي كبنك بيشغلها من حقي كبنك أخد نسبة من أرباح الشركة لكن أنت كمواطن أنت أساسا مستهلك فما ينفعش أزود عليك ده الرسالة اللي عايزة أبعثها للحكومة يعني لما الحكومة تيجي تقول أنا هزود مثلا نص في المية واحد في المية في الرسوم الجمركية أنا عارف أنا كمواطن أنا اللي بتحملها في الآخر بس التاجر ممكن يقسمها بينه وبينه يقول المواطن بيش هيدر يتحمل تكلفة السلعة التلفزيون أو التلاجة أو العربية اللي بيبحله قد كده لكن في الآخر ده تاجر بيكسب فالحكومة لما تيجي ترفع الأسعار دي بحساب عند الشركات والمصانع تجد ما مبرر لها وأنا ممكن أدافع عنه يعني لما تيجي تقول مثلا خلاص إقاف الدعم عن الغاز اللي بيتم تقديمه ليه المصانع وإن إحنا هنزود مثلا خمسة في المية تلاتة في المية الغاز اللي رايح ليه مصانع كتيرة زي الحديد السيراميك الكلام ده ده أنا أؤيدها فيه لكن إحنا لما نراجع أسعار بقى الخدمات والأوراق اللي المواطن بيطلحها من المصالح العكومية لا هيفاجه بأرقام كبيرة مثلا يعني مثلا تعالي أخد معاك استمارة البطاقة العادية كانت في 2015 ب15 جنيه تعالف الاستبارة دي ايه؟ دي ورقة مطبوعة يعني تكلفتها لا تتجاوز 50 قرش أو جنيه يعني أنا برضو اشتغلت في الصحافة والطباعة وعارف فأنت لما تبيحها ب15 جنيه تمشي إنما لما تبيحها النهاردة بـ 45 جنيه يعني أنت طالع زيادة 200% ده باردو كتير بالانجليزي لأن المواطن هنا بيقولك حرام عليك لأن أنا مضطر أطلع البطاقة دي مضطر أو أنا ينفع أمشي من غير رقم قومي في الشرح لا عارف أدخل بانك ولا مصلحة حكومية ولو اتأخرت عن عمل البطاقة هدفع غرامة تعال روح ليه؟ استمارة البطاقة المستعجلة عايز تطلع بطاقة سريعة كانت بـ 75 جنيه في 2015 النهاردة بـ 120 جنيه ناس بالزيادة هتلاقيه 66% ما ده كتير خلي بالك المواطن ده يعني ناس على بابا الله يعني صعب كان موظف إن أنا قاعد أتحمل الحاجات دي دي بقت بنود في ميزانيتي بقى شهادة للمرة الأولى 24 جنيه كل رسم شهادة تطلعها النهاردة بـ 36 جنيه انت عارف القيد العائلي كان بـ 11 نهاردة بـ 29 شهادة الوفاة بـ 6 نهاردة بـ 19 يعني إنت بتبصي لها ده أزرى إيه 6 بقى 19 لا بس بالنسبة للمواطن لا ده كتير ده كتير حتى لو كانت شهادة وفاة يقولك بوت وخراب ديار هو أنا هلاقيها منين ولا منين مش كفاية الميت مات النهاردة مساء الفيش والتشبيه طالع من 5 أو 10 أو 15 لـ 47 جنيه يعني أنا طلعت فيش والتشبيه تقريبا من شهر شهرين كده فلقيت الموظفة في القيس بتقولي بـ 47 فقلت لها تب 47 إيه هل انتي معك 3 جنيه فكعت ضدهمني قلت لها طيب هم ليه خلوها بـ 47 قلت لها روح يسألهم أنا حتى مندهش طب خلوها بـ 45 طب ليه الـ 47 يعني اقفلوها 50 طبعا في المواطنين هيتخلقوا مع الموظفة والموظفة كده بقت مطالبة كل يوم تجيب كيس دانانير فيه جنهات كده فضة عشان تديها للناس يعني حتى في تسعير الرسوم لما انت تيجي تقولي 19 جنيه طب هل فيه حد هيرجع الجنيه الجنيه هياخدوا الموظف ما هو ما فيش جنيه والمواطن هيتخنق مع الموظف لكن لما انت تبص مثلا على بقية الرسوم النهاردة جواز السفر بـ 450 جنيه طالع من 200 جنيه 200 جنيه ده طالع من 3 سنين يعني النهاردة تجديد السيارة طالع من 30 جنيه لـ 300 جنيه رخصة القيادة المهنية بدل من 9 جنيه رايحة لمتين جنيه تعال اروح ليه مدارس رياض الاطفال حاجات حكومية مدارس حكومية مش قطاع خاص طالع من 70 في 2018 لمية واربعين 2019 مرحلة الابتدائية سالفاتكة بتسعين السنينات بـ 160 انا لو عدت احسب لك كم الزيادات الزيادات كبيرة جدا يعني يعني انا بقول ان في حالة من حالات يعني رغبة دائمة ربما في البرلمان الحكومة تقول له عايزة زود الرسوم الرسوم السلع والخدمات اللي بقدمها للسادة المواطنين فالبرلمان يوافق لا يعني الحاجات دي بالبولازمة بتخنق المواطن انا قلت لك لما انت بترفع هذه الرسوم على شركات او مصانع هناك تبرير يقول لك المصانع والشركات دي بتكسب لكن لما تيجي عليك المواطن وترفعها لا المواطن خلبان يا اخواننا يعني في ناس بيننا النهاردة دخلوهم مشاري 1000 جنيه و1200 و1500 واطر الزيادة ده لازم يوقف يعني مثلا انا عارف الحكومة علت الاسعار دي قالت لك التضخم دي كانت اسعار لما الدولار ب8 جنيه يعني لكن هل في المقابل لما انا دفعت الدم مثلا هل خدمة تحسلت قال اجابة لا هل لا على اطلاقها ما كان مكانين ثلاثة اقرأ عنه في الفيسبوك اللي راح جدت رخصة برور او كت بس تعال اروح مثلا لكل ما كاتب الشهر العقاري في الجمهورين حاجة صعبة جدا الا ما كاتب المستثمرين في المناطق الحر انت تروح يعيني بتدفع رسوم اكتر لكن الخدمة لا بتتحسن يعني انا طلبت بالحكومة في البداية انها ما تسعلش مني ليه احنا هنا مش في مكان عن رأي رئيس الجمهورية عفتة عزيزي وهو بيقول للمسؤولين ما تسعلوش لما يحصل انتقاد ليكم سواء من اعلام او برلمان طب ما احنا هنقعد نطبطب على بعض واقول لك كله تمام وعايز لطلع لك بالليلة اقول لك مية مية باشا لما بيبقى في حاجة تستحق مية مية انا بطلع تنطن يعني انا مبرح تنطنت لما عرفت ان فيه تقرير دولي طالع بيقول ان مصر رقم 8 في العالم على مستوى الامن من 175 دولة دي حاجة انا افتخر بيها وشكرت كل اجهزة الامن في مصر لكن انا دايما برضو لازم نبص مصر للمواطن والله العظيم مواطنين اتصلوا بي ومتواصلين معايا بيقولوا يرضيك كده فيه كذا اجذب عليك انا بصراحة ما باستخدق يعني ما بطلعش الحاجات دي اللي نادر او ابعت حد اعرفه كذا قبل روح طلع الحاجات دي اعمل كذا وخلاص يعني لكن ما عرفهاش بقى بالتفاصيل لكن لما لقيت الشكوى اكتر من مرة حبيت ان انا نقل دال الحكومة طيب حكومتنا عودتنا اكيد طالله ما رفعت السعر يبقى مش هترجعه تاني طبعا اللي تثبته يا حكومة اوعيكوني الشيطان جايلك في الميزانية الجديدة مثلا وبيقولك اي راد الخدمات بتاعتك مثلا مليار جنيه اي رايك نخليهم تلاتة مليار السنة دي فتروح مزودة الاسعار على المواطن لا اوعي عيب ربنا مش هيقبل منك صيام في السنة دي فانت خلي بالك ليه دي حاجات المواطن بيزعل منها يعني انت الدولار نازل من 18 ل 16 ايه التضخم نزل الفايدة نزلت ايه الحياة لزيزة انت ايه مستلفة 4000 مليار جليف عيد العدو ايه واحد في المية البنك نزلهالك المركز يبقى كده لتوفرت 40 مليار ما تبصيش بقى الكعكة في ايد المواطن عجبها يعني يعني عديها كده بالعكس بوكل تطلعي كده وتقولي ايه سالة 2020 بمناسبة كيت وكيت 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 وصعود المنتخب الاولمبياد احنا هنعمل تخفيت 50% عن رسوم لمدة عام ادي المواطن احساس ان الدنيا بترخص برضو يعني انا قلت اسعار الخضر والفاكهة نزلت اسعار اللحوم نزلت وكل ده بيعاني فيها بعض صغار مرب المشيه وطالعين اللي جابوه اسعار الدواجل نزلت ننكر لما ننكرش اسعار حديد نزلت وطلع التاني 700 جنيه طيب على الال على الال اديني تثبيت بقى للرسوم لان انا اكيد هفشل معاك بس تعالي اقول احنا زودناها قوي والرسوم مثلا ثبت المدة 3-4 سنين جاي يعني مش كل ما تتزنقي بتطلع لان انا لو ولي قم النهاردة عايز اقولك لو انا قب معايا 3 ولاد زكور مخلف وراحين نحلق كلنا بعد صلاة الجمعة ده بقى مشكلة بقى مشكلة هتفعلي مبلغ محترم مش قليل يعني انا لو معايا عربية محكاعة كمواطن عشان اجد الترخصها هتفع الف تلتوبيت جليه يعني انت عارف الف تلتوبيت جليه يعلي ايه لو انا مرتبه الف ونص الفين هديجي تقول لولتا برتبك الف ونص الفين وراح تجيب عربية ليه يا عم وارسة اخويا في البرازيل بعتها لي ما بقيتش املة كده انا محتاج الالف تلتوبيت هعمل جمعية ميتين جنيه على ست شهور ولا سبعة شهور الحاجات البسيطة دي تفرق في لفسية المواطن تخيل بقى يعني وانتو بتديروا كده حياة المواطن والحكومة انا بقول لك ده مش هتفرق معايا عم ماشي لكن ايضا تفرق مع ملايين المصريين عليكم لتتلاحظوا الحاجات دي ارجوكم نظرة من البرلمان المصري السادق اعضاء مجلس النواب والحكومة يريد ما نعملشي تعديلات او زيادة الرسوم في المصالح والخدمات الحكومية